الله يعطيكم العافية المحاضرة السادسة اللي احنا احكي فيها المبيض بالنسبة انه هون هو الغد الصماء المبيض بلعب دور في الحياة الجنسية للانسة وفي عملية تكاثر وتنظيم اهم وظائفه طبعا المبيض بيكون متخامد في مرحلة الطفولة عند البلوغ سن تقريبا 12-13 يبدأ المبيض عمله لفترة تستمر بين 30-40 سنة ومنسمي العمل او الوظيفة تبعه هي الدورة الشهرية منستروالت سايكل سميت لانه فيه ظهور ممتظم للنصف الطمسي واللي بيشكل اهم معالمها بعدين المبايد تتخامد بالاستجابة للهرمونات الموجهة من الغد النخامية طبعا وقت انا بقول المبيض ووظيفته في الدورة الشهرية فهو كغدة صماء يخضع الى الغدة النخامية الغدة النخامية تفرز FSH و LH اللي هلا لحنشوف دورهم والFSH والLH هنين مسؤولين عن تنبيه الجريبات في المبيض بالشكل اللي لح اشرحه بعد شوي طبعا المبيض مثل ما قلت يخضع الى محور نخامة ويطاء فالالية المسؤولة عن بدء وظائف المبيض عند سن البلوغ هي عصبية المنشأ حيث يبدأ نضج مراكز معينة في الدماغ بما يرسمح للنويات العصبية في منطقة الوطاء الهيبوتاناموس بانتاج الهرمون المطلق للهرمونات الموجهة للمناسل جونادو تروبيري ليلزنغ هرمون يلي الرمز تبعه GnRH هذا الهرمون هو من الوطاء طبعا يفرز متل باقي هرمونات الوطاء على شكل نبضي ويؤثر على النخامة فتطلق النخامة الهرمونين FSH وLH هرمونات الفصل الأمامي اللي هنن هرمونات توجيهية هدول هرمونين FSH وLH يفرزان خلال ساعات النهار وفي الليل لحي أسروا على المبيض ويخلوا المبيض يفرز الاستروجين والاستروجين له تأثيرات لحناقشها بعدين يؤثر على حجم الصدر يؤثر على توزع الشحوم ويؤدي إلى عملية النمو السريعة هي بالنسبة لجسم بعدين تأثير المكان تأثير الملهام جدا للاستروجين هو على بطانة الرحم مع بدء سن البلوك ومع تزايد أفراز المبيض تصبح كميات الاستروجين كافية لتحدث تغييرات في بطانة الرحم مع حدوث مزوف دموية دورية طبعا الدورات الأولى بتكون بدون إبادة بعدين بتصير دورات مع إبادة طيب شو هي الدورة؟ الدورة الشهرية مع بدء كل دورة هناك عدد من الجريبات Follicles يحوي كل جريب ويضة وهذه الجريبات تخضع للهرمون النخامي FSH FSH جأسمه من Follicle Stimulating Hormone أو الهرمون المنبه للجريبات الجريبات تبدأ بالنمو استجابة لتأثيره أربع جريبات أو ستجريبات لكن بعد خمسة ستة يام من بدء الدورة جريب واحد هو المسيطر ويتطور بسرعة شو بتطور فيه الجريب؟ طبق الخارجية والخلايا الحبيبية لهذا الجريب تتضاعف وأيضا تحت تأثير الـ LH تصنع وتحرر الاستروجينات بمعدلات متزايدة بالحقيقة الجريب عبي كبر وإفرازه من الاستروجين عبي ازداد حتى نوصل لذروة إفراز الاستروجين قبيل منتصف الدورة قبيل منتصف الدورة يعني قبيل حدوث الإباضة وتبدأ حينها الخلايا الحبيبية بإفراز البروجسترون وهذه التغيرات تحرض على ارتفاع موجي كبير في إفراز الـ FSH والـ LH والذي يسبق ويسبب عملية الإباضة عملية الإباضة شو هي؟ عندما يتمزق الجريب فإن البويضة تنطلق إلى التجويف البطني قرب فتحة الانبوب الرحمي خليني شوف الخطوط البيانية لإفرازات الهرمونية للمبيض فوق في عندي هرمونات المبيض يعني المفرزة من الجريب اللي هنن استروجين وبروجسترون لاحظوا في الطور الأول من الدورة قبل حدوث الإباضة الإفراز الرئيسي هو الـ FSH ويقابله من المبيض هو الإستراديول لاحظوا الإستراديول قديش إفرازه متزايد باللون الأحمر الإستراديول هو الإستروجين تحت بيقابله الـ FSH اللي عبين فرز وفي آلية طبعا تلقيم سلبي راجع بين الإستروجين والـ FSH الـ FSH هو اللي عبين يسبب نمو الجريبات ولاحظوا يبلغ زروة الإستروجين قبل الإباضة بعدين شو بصير عندي حدثية الـ FSH اللي كان إفرازه متدني فجأة في ديوم 12 يزداد إفرازه 6 إلى 8 أضعاف الـ LH هو لوتينيزنغ هرمون كمان هرمون نخامي من الفصل الأمامي للنخامي الـ LH هو الذي يحدث الأوبوليشن الإباضة شو بدي يصير بعدين الجريب بعد الإباضة بصير اسمه الجرسم الأصفر ولا لحوارجيكم الشكل الخاص فيه ويصبح إفرازه للجسم الأصفري اللي هو بقايا الجريب بعد خروج البويضة منه معظم إفرازه بروجسترون بعد ما كان إستروجين هاي المبيض وهاي تطورات الجريبات متل ما قالنا أربع جريبات تبدأ بالنمو بعدين جريب واحد طبعا عبي نمو بتأثير الـ FSH حتى يصبح الجريب جاهز للإباضة بعدين بيجي هرمون الـ LH ويسبب إحداث الإباضة والإباضة هي خروج البويضة من تمزق جدار الجريب وبقايا الجريب هي الجسم الأصفر الإفراز الهرموني الرئيسي قبل الإباضة هو إستروجين وبعد الإباضة هو بروجسترون طيب غير موضوع الإباضة شو عبي يعملولي الإستروجين والبروجسترون لاحظوا الإستروجين بدأ بعملية نمو بطانة الرحيم لاحظوا بطانة الرحيم فوقه كيف عبتنمو هاي بتأثير الإستروجين بعد الإباضة البروجسترون يكمل عمل الإستروجين في بناء بطانة الرحيم وجعلها غنية أكتر في الأوعية الدموية وفي الأخاديد المغزية فهون هيك صار بطانة الرحيم جاهزة لتعشيش البويضة في حال تم الإلقاح طيب إذا ما تم إلقاح البويضة شو لحي تصير الإستروجين والبروجسترون لحين حضروا لأن الجسم الأصفر إذا بترجعوا للشكل الماضي لح تلاحظوا الجسم الأصفر لح يصغر تدريجياً وبالتالي إفرازه الهرموني من الإستروجين والبروجسترون لحين حضروا وبطانة الرحيم يلي نموه معتمد عليهم أيضاً لح تبلش بالتمزق والتوسف ويحدث ما يعرف بالتمز منسترويشن وإزالة بطانة الرحيم لترجع مثل ما كانت باليوم صفر الإضطرابات مؤقتة في الملاكس الدماغية التي تفرج GnRH أيضاً فرط برولاكتين الدم يؤدي إلى اضطرابات عدم إباضه هرمون الإستروجين حتى أفهم أن استخداماته الدوائية بدي أفهمه بشكل مختصر تأثيراته الفيزيولوجية الإستروجينات لا تفرض فقط من قبل الإنسان بل تتشارك بها العديد من المركبات الكيميائية في عندي كمان مصادر نباتية وحيوانية الإستروجينات الطبيعية التي تفرزها الأنسى هي الإسترديول والإسترون والإستريول الإسترديول هو المنتج الرئيسي من المبيض وكما أشرنا سابقاً فإنه خلال الطور الأول من الدورة الشهرية تنتج الإستروجينات في الجريبات المبيضية وبعد الإباضة فإن الإستروجين والبروجسترون يفرز من قبل الجسم الأصفر الذي هو بقايا الجريب أما خلال فترة الحمل كميات كبيرة من الإستروجين تصنع من قبل المشيمة الإستروجينات التصنيعية إن العديد من التغييرات الكيميائية تم تطبيقها على الإستروجينات الطبيعية ومعظم هذه التغييرات بهدف زيادة فعالية الفموية وبالإضافة إلى استيرويدات الإستروجينية هناك العديد من المركبات غير استيرويدية والتي تم تصنيع استعمالها سريرياً ولها فعالية إستروجينية الحركية عندما يتحرر إلى الدوران فإن الإسترديول يرتبط بقوة إلى البروتينات الرابطة للهرمونات الجنسية الإستروجينات المرتبطة لا تستطيع النفاذ إلى الخلايا بينما غير المرتبطة لها الفعل الفيزيولوجي كميات كبيرة من الإستروجينات يتم إطراحها عبر الصفراء ويعاد امتصاصها من الأمعاء فلذلك الدوران المعوي الكبدي يضمن أن الإستروجينات المقدمة فموياً ستملك درجة عظمى من التأثيرات الكبدية إلى التأثيرات المحيطية يعني أنا وأطبعتي فموياً إستروجين سيدخل ضمن الدوران البابي الكبدي ويؤثر في الكبد وهي مسميها التأثيرات الكبدية والتأثيرات الكبدية مسؤولة عن بعض التأثيرات غير المرغوبة مثل زيادة تصنيع عوامل التخسر وركازات هرمون الرينين طيب كيف ينخفه من التأثيرات الكبدية غير المرغوبة؟ بلجأ لطرق تقديم أخرى تتجنب المرور الكبدي الأول مثل الحقن أو عبر الجلد التأثيرات الفيزيولوجية للإستروجين طبعاً هون الطبيعية تتضمن النضج الأنسوي فالإستروجينات هامة وأساسية لعملية التمايز والنمو الأنسوي الطبيعي فهي تنبه النمو النسيجي والشحمي لأعضاء معينة وتسرع طور النمو والتحام مشاشة العظام الطويلة كما أن الإستروجينات تسهم في نمو الشعر وتوزعه وكذلك توزع الشحون بالجسم بحيث تعطي الشكل الأنسوي المميز تأثيرات على الرحيم تأثير مساعد لنمو عضلة الرحيم وأيضاً خلال الدورة تطور بطانة الرحيم وعندما يكون إنتاج الإستروجين معزز مع البروجلترون خلال الدورة الشهرية الطبيعية مثل ما شفنا فإنه تحدث فترات دورية من النزف والإزالة لبطانة الرحيم إستروجينات أيضاً إلها عدد من التأثيرات القلبية والاستقلابية فهي مسؤولة عن تسبيت البنية الطبيعية والوظيفة للجلد والأوعية الدموية عند النساء كما أنها تنقص معدل ارتشاف العظام وتعاكس النشاط الهادم للقالب العظمي إلها أيضاً تأثيرات قلبية ويعائية فتحدث ارتفاع في المستويات الدورانية من بروتينات المصل ومنها البروتينات الرابطة للكورتيزول وغيره كما تحدث تغييرات في شحوم المصل وهي كتير مهمة إلها يرتفع الـ HDL وينخفض بشكل طفيف الـ LDL وينقص الكوليسترول للكلي أما الشحوم السلاسية فترتفع تأثير على تخسر الدم الإستروجين يحسن قدرة تخسر الدم وخاصة أنه يعمل على زيادة تصنيع عوامل التخسر وهذا ما يدعى التأثيرات الكبدية تأثيرات الأخرى الإستروجين يحس على تشكيل مستقبلات البروجلسترون مثلا شفنا بطانة الرحيم بالطور الثاني بعد الإباضة تصبح مستجيبة للبروجلسترون وتتابع نموه ليش؟ لأن الإستروجين أنشأ مستقبلات للبروجلسترون أيضا تقديم الإستروجين يحس على زيادة النشاط الجهاز العصبي الودي وتسهل أيضا نضح أو خروج السوائل من الأوعية إلى الفراغات خارج الخليوية مما ينتج عنه حدوث الوزمة وبالتالي يصير عنا نقص في حجم البلاسما يؤدي إلى تأثير معاوض من الكلية وإعادة انتصال صوديوم ماء وارتفاع الصوديوم والماء في الجسم وهذا تأثير معاوض الاستعمالات السريرية للإستروجين أول استعمال له في قصور المناسل الأولي تم استعمال إستروجين في قصور المناسل الأولي برايماري هبوغوندزون حيث تم استعمال إستروجين كعلاج هرموني تعويضي عند مرضى عوز الإستروجين طبعا عوز الإستروجين أحيانا ينظهر من عند سن البلوغ ما في عندي إستروجين وبالتالي ما حيصير في عندي بلوغ لأن الإستروجين هو الهرمون المسؤول عن التمايز الأنسى والسانوي بيكون أحد أسبابه قصور أولي أو فشل في تطور المبيض وبالتالي ما في عندي بلوغ فيؤدي إلى حالة تشبه الأياس أو اليأس المبكر وبالتالي بعد تشخيص الحالة يجب البدء بمعالجته في السن المفترضة للبلوغ بين 11 إلى 13 سنة لحس النمو والتمايز الجنسي السانوي وبدأ عملية الطمس ولمنع عواقب الفيزيولوجية الناتجة عن غياب الإستروجين مثل هشاشة العظام والعواقب النفسية لتأخر البلوغ يعني أنا بالمختصر عم بعمل محاكاة للبلوغ الطبيعي تبدأ المعالجة بجرعات صغيرة من الإستروجين مثل إيتينيل إسترديول في الأيام 1 إلى 21 من كل شهر طبعا ببلش بجرعات صغيرة وتزداد تدريجيا إلى جرعات البلوغ ويتم تثبيتها حتى السن الافتراضية للأياس تقريبا 51 سنة بس بعدين لابد أن يضيف لبروجسترون بس إيه أنت أضيفه بعد أول ظهور للنزف الرحمي هون بكون تأكدت أن الإستروجين عطى تأثيره على الأعضاء المختلفة ومنها بطانة الرحم لذلك عندما يكتمل النمو تكون معالجة طاويضية مو بس بالإستروجين إستروجين وبروجسترون بجرعات البالغين نجي هلأ للشق الثاني والهام استعمال إستروجين وهو المعالجة الهرمونية ما بعد سن الأياس طبعا سن الأياس هو السن الطبيعي لتوقف الدورة ليش؟ لأنه بصير في عندي تخامض في المبايض والسنزاف واحتواها من الجريبات فمعد في عندي إستروجين وبروجسترون ومعد في عندي دورة شهرية وبالتالي العلائم والأعراض التي تلي مباشرة التوقف الطبيعي لوظائف المبيض يلي مسميه سن الأياس وأعراضه فقدان الدورة أكيد اضطرابات وعائية اضطرابات في النوم ضمور المناسل واضطرابات طويلة للأمد يعني بده وقت لها تظهر مثل تسارع فقدان القالب العظمي يلي بيعرض السيدات للكثور وتغيرات في الشحوم ارتفاع الكوليسترول والشحوم الضارة مثل الـ LDL وبالتالي ريادة احتمالية الأمراض القلبية الوعائية وتصلب الشرايين طبعا أعراض القلبية الوعائية هي اللي بتعطيني القرار الحاسم اني لازم بلش بمعالجة هرمونية تعويضية لخفف الأعراض وهي بين قوسين تقديم الاستروجين هرمونال ريبلسمنت ثرابي فالمعالجة التعويضية الهرمونية لها تأثيرات مفيدة على الشحوم الدورانية فتنخفض الشحوم الدورانية وبالتالي متل ما بنعرف في علاقة بين الشحوم وبين الأمراض القلبية الوعائية وخاصة احتشاء العضلة القلبية بس بنفس الوقت المعالجة التعويضية بالاستروجين تزيد خطر الإصابة بسرطان السدي إلا إذا كان بلشت فيها مباشرة بعد سن الأياس واستمرت لعدد محدود بين السنوات ويفضل تقديم الاستروجين بواسطة لساقات عبر الجلد حتى تجنب المرور الكبدي الأول طبعا المعالجة المستبدة تقدير دقيق للأعراض والعمر ووجود أو عدم وجود الأمراض القلبية وهجاشة العظام ووجود سرطان السدي والسرطان بطانة الرحم لأنه الاستروجين بزيدهم ممكن تكون معالجة تعويضية لأعراض مثل اندفاعات حمراء أو اضطرابات النوم هون باستخدم أقل جرعة ممكنة من الاستروجين ولفترة محدودة حتى تجنب خطر الأورام فنلاحظ أن الأعراض السابقة تزول ويتحسن الوضع النفسي العام ويختفي الاكتئاب أيضا ممكن إذا تأكدت أنه هشاشة العظام مرتبطة بغياب الاستروجين طبعا بعد تقييم وضع العظام وتقييم الوارد من الفيتامين دال والكالسيوم ممكن أدهم الاستروجين بس هون أقل ما يمكن من الجرعات هون بيكون فعال في منع نقصان الكسافة العظمية بس دائما بدي دير بالي من تضخم بطانة الرحم وحدوث السرطان فحتى امنع وخفه من تضخم سرطان بطانة الرحم بقدم لبروجسترون لأنه بروجسترون يمنع تضخم بطانة الرحم بيخليها غنية أكتر بالأوعية الدموية وسهلة الإزالة استعمالات أخرى يستعمل استروجين مع البروجسترون ليعملي تلقيم سلفي راجع على النخامة ويصبت لي إفراز الـ FSH والـ LH وبالتالي يصبت لي وظائف المبيض في حالات برغب أنا صبت وظائف المبيض مثل عصر الطمس ديس مينوري الغير محتمل أو عندما يقول تصبيط المبيض مفيد لمعالجة حالة الشعلانية الزائلة أحيانا بيكون المبيض عبيفرز كميات كبيرة نتيجة فرط نشاطه من الأندروجينات تؤدي إلى حالة الشعلانية الزائدة وأيضا الأندروجينات تعمل حالات انقطاع الطمس فأنا هون بهالحالة بدي جرعات من الإستروجين والبروجسترون لصبت تصبيط قوي المبيض فممكن استعمل حبوب منع الحمل الفموية لفيها إستروجين لكن جرعات منخفضة لتصبيط إفراز GnRH التأثيرات الجانبية النزف الرحمي طبعا المعالجة التعويضية بالإستروجين هي السبب الرئيسي لحدوث النزوف الرحمية ما بعد سن الأياس التي قد تشوش السيدة وتفكر أنه هاي دورة شهرية فحتى ما تصير التأثير الجانبي أو خفف منه باستخدم أقل جرعة ممكنة من الإستروجين بعدين بأدمه بشكل دوري مع الشهر بحيث حتى لو صار جنزف لحيكون نزف انسحابي مع نهاية الشهر يحاكي النزف الطمصي متى الماء لنا خطر تضخم بطانة الرحم بخفف منه بتقديم مستحضر بروجستروني مع الإستروجين خلال كل دورة أيضا السرطان في علاقة ما بين السرطان والإستروجين لكن كل المعطيات تشير إذا كان فترة المعالجة قصيرة فما في ارتباط بين السرطان وبين الإستروجين اضطرابات أخرى يشكل غسيان أحد الأعراض الشائعة للإستروجين ويمكن تدبيره باستخدام أقل جرعة ممكنة من الإستروجين كما بيعمل الإستروجين فرط صبو أيضا الإستروجين بزيد خطر تواثر حدوث نوات الشقيقة وارتفاع الضغط الدموي وأمراض المرارة مضادات الاستطباب يجب عدم استخدام الإستروجين في حال وجود أورام معتمدة عليه مثل السرطان بطانة الرحم والسرطان السدي أو إذا في عندي نزوفات غير مشخصة أو أمراض كبدية الإستروجين متغافر في مستحضرات عديدة فموية ولسقاط عبر الجلد وحقنية وحسب الحالة ممكن أعطيه البروجلترون ننتقل إلى البروجلترون يلي هو المركب الطبيعي المفرز في الجسم يتم تصنيعه في المبيض بشكل رئيسي أيضا عند الزكريا تصنع بكميات قليلة في الخصية وقشر الكذر لأنه المركب الأولي داخل في تصنيعه هو الكوليسترول خلال فترة الحمل يفرز من المشينة في المبيض مثل ما قالنا يفرز من الجريب بعد الإباضة دي صار اسمه جسم الأصفر لأنه بيكون إفرازه قبل الإباضة منخفض كتير في الحمل تبلغ مستوياته الزروة خلال الطور الثالث من الحمل يعني الأشهر الثلاثة الأخيرة مركبات البروجلترون التصنيعية هناك العديد من مركبات البروجلترون التصنيعية ومعظمها تم تصنيعه حتى تكون فعالة بالطريق الفموي وتختلف عن البروجلترون طبيعي بخصائص معينة ومن أهم البروجلترونات من الجيل الثالث وتستخدم في مكونات موانع الحمل الفموية طبعا الجيل الثالث فعالية الأندروجينية المشابهة للتسترسترون منخفضة البروجلترون يمتص بسرعة عبر تقديمه ونصف عمره في البلازمة خمس دقائق يتم استقلابه في الكبد عند مروره الكبدي الأول لذلك البروجلترون الطبيعي غير فعال عندما يعطى فمويا إلا أزعطيته بجرعات كبيرة بشكل مسحوق دقيق التأثيرات الفيزيولوجية يحس على عملية ترسب الشحوم وله تأثير ملحوظ على استقلاب السكريات ويرفع مستويات الأنسورين ويحسن استجابة الأنسورين إلى سكر الدم وفي الكبد يحسن تخزين جليكوجين البروجلترون ينافس الألدوستيرون على الاتباط بمستقبلاته في الأنابيب الكلوية وبشكل يؤدي إلى نقص إعادة نصف صوديوم لأنه منعرف الألدوستيرون يرتبط بمستقبلاته في الأنبوب الكلوي الأخير ويؤدي إلى إعادة نصف صوديوم فالبروجلترون يحجب هذا التأثير وهذا بيؤدي إلى تأثير معاوض قشر الكذر بتفرز أكثر الألدوستيرون بروجلترون أيضا يرفع درجة حرارة الجسم كما أنه يعدل وظائف مركز التنفس ويزيد حساسيته للمستويات CO2 وهي اللي يبدي إياها بالحمل لأنه في عندي CO2 من دوران الجنين أيضا بروجلترون مسؤول عن تطور الغدي في السدي كما أنه يساهم في اندفاعة الهرمون النخامي LH قبيل الإباضة كما أنه يساهم في تطور ونضج الوظيفة الإفرازية لبطانة الرحمة بعد الإباضة شفنا تأثيره بعد الإباضة يكمل بطانة الرحم والخلايا الغدية فيها يساعد على نموها وأيضا الأوعية الدموية البروجلترونات التصنيعية وهي فعالة كمصبطات للهرمونات الموجهة للمناسل لأنه تعمل تلقيم سلبي راجع ولها فعل أندروجيني وفعل ابتنائي منخفض وتدعى أحيانا ببروجلترونات خالية الفعل الأندروجيني مثل ديرزوجستيريل الذي يدخل مشاركة مع أحد أهم أنواع الاستروجينات وهو إيتينيل استراديول في موانع الحمل الفموية الاستعمال السريري لمركبات البروجلترون شفنا أهم استخدامه هي في المعالجة الهرمونية التعويضية ما بعد سن الأياس مشاركة مع الاستروجين وفي موانع الحمل الفموية كمان البروجلترون لحاله فيني أدمه وتبدي إحدث تصويت طويل الأمد لوظائف المبيض لغايات أخرى ففيني استعمل أحد أنواع البروجلترونات وبجرعات كبيرة بطريقة الحقن مثل مركب ميدروكسي بروجلترون بعطيه 150 ميلي جرام مستحضرات زيتية طويلة الأمد تسمى دبوت والتي يستمر تأثيرها 90 يوم تعملي حالة مطولة من عدم الإباضة وانقطاع الطمس هاي امتى بستخدمها لمعالجة عسر الطمس وتكون الدورة الشهرية المؤلمة فأنا بدي صبت الدورة الشهرية عن طريق تصبيت المبيض أو في عندي حالة البيطان الرحمي وهي حالة نمو بيطانة الرحم خارج الرحم أو في عندي اضطرابات نسفية طبعا لح تقولولي هاي منعالجة بالأستروجين بس في عندي احيانا موانع استخدام ما فيني يقدم الاستروجين كمان نفس الطريقة مدرغسي بروجسترون بنفس الطريقة 150 ميلي جرام فيني استخدمها لمنع الحمل لكن شو المشكلة الرئيسية بهذا التطبيق المشكلة في الوقت الطويل اللازم عند بعض السيدات لأجل استعادة وظائف المبيض بعد إيقاف المعالجة يعني أنا صح فترة تأثير النظامية هي 90 يوم بس ممكن المبيض يظل متخامد أكثر من 90 يوم لذلك يجب عدم استعماله إذا فيه تخطيط للحمل في المستقبل القريب نفس الطريقة فيني استخدمها لمعالجة الانتفاعات الحمراء لبعض النساء في سن الأياس إذا تعزر إني أعطي الاستروجين كما أنه نفس المركب مدرغسي بروجسترون فيني أعطيه بجرعة 10 إلى 20 ميلي جرام مرتين باليوم أو عبر العضل بجرعة 100 ميلي جرام كل أسبوع لأسبوعين لمنع حدوث الطمس فيني أيضا أعطي المدرغسي بروجسترون لمعالجة صعوبات الحمل لأنه البروجسترون له تأثير طبيعي يصبت تقلصات عضلة الرحيم لكن بالحقيقة ما سبتت أنه هالطريقة إلى تأثير حقيقي يمنع الإجهاض حين حدوثه بس على الأقل بيخفف لي احتمالية صعوبات الحمل الاستعمال التشخيصي أخيرا يمكن استعمال البروجسترون كاختبار لإفراز الاستروجين يعني أنا ما عندي دورة شهرية أو ذو تأخرت فبقدم مركب مدرغسي بروجسترون بجرعة 10 ميلي جرام يوميا لمدة 5 إلى 7 أيام فإذا صار نزف انسحابي بعد هالمدة هي عند السيدات وانقطيعات الدورة معناته كان في عندي استروجين قبل البروجسترون معناته إفراز الاستروجين طبيعي يعني ما لح يصير نزف انسحابي عند النساء وانقطيعات الدورة إلا إذا تم تهيئة بطانة الرحيم وتحريضها بالاستروجين التشارك أيضا ما بين الاستروجين بروجسترون يمكن تقديمه لاختبار استجابة بطانة الرحيم عند النساء منقطيعات الطمس ترجمة نانسي قنقر